موسيقى يعتبر فن الريزن من احد اربع الفنون الحرفية اليدوية اللي نفتكر من خلالها اشكال رائعة في مجالات متعددة زي الاكسسوارات واللوحات والاغراض اللي نستخدمها يوميا فكيف يتم توظيف القطع الفنية للريزن بشكل جميل وجداب خلونا الرحب معنا في الاستوديو بالاستاذة ريهام سالم صاحبة مشروع رورو ارت هلو سهلا بك ريهام هلو فيك الله يا سهل كلمين عن فن الريزن يمكن يعني بدأنا نشوف هذه الاشكال الجميلة بتتنشر بشكل كثير بين الفنانين وبين الهواء ايضا فكلمين عن هذا الفن ما هو هذا الفن هي مادة سائلة تتشكل بحسب القوالب اللي تنصب فيها يعني حسب الشكل حط المادة فيها واخترأ الوان قلتر ورد مجفف بمكان اضافة اي شي تحطينا داخلها زي ما عندك في الاشكال جميل جدا هل في علاقة بين هذا الفن وبين تخصصك مثلا كيف توجهتي الى هذا الفن والله نعم هي هواية كانت في البداية هواية هواية اصان الرسم كنت ارسم دائما وشفت في الاستجرام مقاطع عن الريزن قلت ايش هذا الريزن فحبيت انه اتعلمه اشتغلت على نفسي كفير اتعلمت فيه كفير لحد ما اتقلتها ورحبيتها انا الان ما عرفت وشو الريزن الحين هي عبارة عن الوان تخلط مع بعضها هي مادة مادة كيميائية سائلة تخلط بنسب موزونة مع المصلب معها هي نفسها مصلب وريزن سائلة يعني هي مادة سائلة ايو معها مادة مصلبة ايو اخلطها بنسب موزونة بالميزان وتشكلها زي ما تبغي ايو اشكلها مع الوان اذا ممكن شفافة احسب الديساين اللي ابغى سوي احط معها الاضافة اللي ابغى ايو وعادي انك تشكي ليها تتشكل ايو تتشكل تاخذ اي شكل قانيب انا شايفة هنا مثلا هذي كلها من الريزن ايو هذي كاملة بريزن هذي حرف مثلا هذي المادليات هذي الوان وقلتر هذي اللي معاكي هذي عبارة عن المادة كاملة المادة ريزن وانتي بتجيبي قوالب وبتحطيها في القوالب وبتعبيها وهي خلاص تطلع بهذا الشكل القلتر انتي بتركبي عليها لا القلتر اخلط معاها من داخلها وهي سائلة طب ممكن تتكيني مثلا عن خطواتك في عمل هذا الحرف مثلا كيف بديتي كيف انتهيت اه يعني اول شي حطت اللون اللي هو اول شي جبتي قالب ايو جبت القالب اخلطت الريزن حطت معا اللون بعدين حطيته استنت عليه 24 ساعة من شف حطيت الطبقة الثانية اللي هي قلتر معا ريزن عاصة اصير الشكل طبقتين الطبقة الثانية واستنى عليه 48 ساعة الحرفية هذه تحتاج خبرة يعني اي احد الان يقدر يجيب المواد يشتغل عليها ويسوي نفس الاشكال ولا تحتاج تدريب يحتاج تدريب وتعليم يعني اخطاء كثيرة وش ومتحفة شوي يعني بس انه ممتعة انا حب الشغل بها كثير يعني يعني لازم الشخص اللي حبي يكون يسوي هذا الفن ويكون هاول لهذا الفن لازم يكون عنده ذائقة فنية او حس فني بحكم انه انت مثلا ممكن اي احد يقدر يخلط المواد دي ولكن الاشكال اللي فيها الرسومات اللي فيها الاحاءات التأثيرات زي ما اننا شايفين بتخلط اشياء ثانية مثلا اوراق الذهب الجليتر تركيب الالوان مع بعض المزج يعني مثلا زي هذه القطعة فيها كأنها شكل امواج ايو هذا تكنيك موج البحر بالضبط يعني تكنيكات مستخدمة فيها مثل تكنيك الجيود موج البحر في اشكال كثير فيها يعني فضروري الذائقة الفنية تكون حاضرة هذا الفن يعني صح سؤال لكم فنان ريهام انت الان هو بزنس عندك صح ايو الان انت الناس ايش بتجي تطلب تطلب مدليات انا شايفا جنبك كمان مثلا في لوحة محطوطة حياكم الله في الاشياء حقه القهوة او الاشياء ايه هذي ستاندات القهوة والشاهي بيجوا يطلبوا منك مثلا هذي اطقم ضيافة انا اتخصص في اطقم الضيافة في اشكال منه كثيرة في ممكن تصوون منه طاولات في سوون ارضيات بالايبوكسي يعني المد مرنة تستخدمينها في اشياء كثيرة انا شايفا كمان في صينية كمان موجودة خليني اه عندك هذه الصينية انا شايفا مثلا زي ما تفضلت لي مني شوي قالت عن موج البحر ايه هذي موج البحر ايه ايه انا شايفها مرة جميلة عليها طلب ايه ايه يعني بيجوا الناس يطلبوا منك وهل بتكون اطقم يعني بطلب الصينية مع اه على حسب دوق العامل اش يبغى اسوي له المادة يشكلها على حسب دوقك اش تبغين اسويلك اللي تبغين احط القطع لهو يعني فيه مثلا لو عندك صورة تبغين احط لك صورة في ميدالية اقدر اسويها لك وحطها داخل بتحفظين الصورة بطريقة دائمة معاك وهذا الشي اللي بدي اسألك عنه كيف بتدخل الكلمات والحروف داخل هذه المادة هذه طباعة ورق شفاف قطع عليه بعدين بعد ما اخلص الشكل طبعا هو المرحلة الاخيرة اضافة الكتابة احط الكتابة بعدين اصبح فوقها شوي ريزن عساس بعد ابقباني وربعين ساعة لما تخلص تكون جاهزة زي ما تتيش عايزة جميلة جدا الفكرة وجميلة انه كيف بكون فيه اشياء متنوعة عجبتني هاد البيكتوريان تري اللي تحط فيها الحلويات او البيتيفور زي ما يقولوا فلطيفة جدا الفكرة لكن هل هناك احتياطات الواحد لازم يتبعها او ارشادات قبل ما يستخدم هذه المواد ايوا ايوا اكيد لازم هي مادة كيميائية فلازم البسقلافس وحط كمامة هل هذه الاحتياطات ضرورية فيها رائحة قوية ايوا يعني تأثر بشكل دائم قوية يعني بالنسبة للمكان هل مفروض يكون فيه تهوية بس لازم يكون فيه تهوية على طول يشغل المكان متهوي حتى لما تنشف احط عليها شرشف عساس الغبار في الاساس ما يأثر على قطعة الوقت العمل عساس لما تنشف ما تخرب القطع تاخد قد ايش وقت عشان تنشف او ايام 48 ساعة يومين يعني ايوت عشان تنشف بس انه هذا عشان تتصلب بس اذا القطع الصغيرة بس اذا زي كذا قطع هذه تاخد اسبوع عساس تنشف اسبوع تنشف تنشف وتكون كامل انا شاي هنا عندنا اللي هي جنبة فيها الصدف هذه مثلا مثلا زي السوفونيرز بياخدوها الناس وبخطوها بس كذا كزينة ايو وانا شايفة كمان على ترامس الشاي والقهوة كمان هذه الاشياء كمان هذه انت بتشتغليها بتكون المنتجات متوفرة عندك واجأة اطلبلك وتواصليلي ولا تسوي على الطلب لتعليقات الترامس انا اسويها على فضاوم مثل ما يقولون مثل ما هذا سويت بس انها هي الاكثر طلب يعني تعليقات الترامس القهوة والشاي فيه اعشاب يعني هي الطلبات اللي هي سؤالي ريهام يعني انا احب اتكلم دايما من ناحية استثمارية جريتي فكرة على الطول يجب فلوس يدخل اي فيها خير حلوة يعني تحسين ان قابل يطلع من مشروع صغير على 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 ابليكيشن الى انه مشروع استثماري مصنع مثلا قادر يتطور الى هذه الطريقة ممكن ممكن يصير يعني كل شيء بمراحل يعني ممكن يصير يعني ايش خطتي يعني باذل الله اذا الله اراد ورزقني ان شاء الله توسعت ان شاء الله فتحت فيها محل يعني جميلة جدا الصينية هذي اللي بنشاهدة على الشاشة كمانا فيه ممكن يتطور هذا الفن يعني الان ممكن يستخدم كجزء من الاتاث يعني بنشخط طولات نفس الشيء هل ممكن انك تسوي قطع كبيرة زي كده القطع الكبيرة شغلها يعني متعب اكثر وياخذ وقت اكثر وممكن نقدر اقول لك خطر شوي اكثر لانه كمية كبيرة من المادة فطريحة قوية تأثر عليه شوي صحيح ولكن تميز برضو لو حوالتها انت ان شاء الله قلتوا عندك خطة طويرية ان شاء الله يعني ان شاء الله في المستقبل باذن الله نتخطيها في بارك باذن الله ايش اكبر التحديات اللي هي قاعدة توجهيها وتحس ان هي ممكن تكون تاخذك خطوة لورا وتحتاج ان انت تتخطيها اه في الريزن ممكن ايش نشر المشروع يعني تسويق لها بشكل اكثر ايش وسائلك للتسويق الحالية عن طريق موقع تواصل اجتماعي اللي هو الاستجرام وعندي رابط ماشر الالكتروني حاطتها في استجرام اسمها رورو ارت بسهولة بتلاقي المواد حق هذا الفن بتلاقيها بسهولة اسعارها معقولة موجودة اطلبهم المواقع هي ميموجودة 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 يعني حتى لما ادور او انا في البداية كنت احسب انها موجودة درت على المكات ما لقيت فاضطريت ان اطلب المواقع من برا اساس اقدر اوفرها مثل قوالب المادة نفسها يعني مو بسهل احصل عليها غالية كثير يعني بس انه ممتع الشغل فيها احببها كثير انا عجبتني هذه التعليقات قاعد اقراها من اول اللي هي في السيارة ممكن ايه هذه تعليقات السيارة فيها ادعية جميلة شكلها لطيف جدا فمرة عجبتني العلوان والادعية اللي فيها ايش اكثر القطع عليها اقبال اكثر شي تعليقات القهو الشاهي هذه والتعليقات السيارة اني فيها ادعية وكذا جميلة فكرة جميلة حق التعليقات السيارة ممكن احطها فيها اسماء يعني في ناس تطلبونها بالاسم يعني حط اسمك فيها واسم اللي تحبين يعني فيها وسويها سويتي شي للكابلز الزوج والزوجة والعرس وعشان قاعد اعطيكي افكارك لي ايه موجودة في الاستجرام سويتها في حق استقبال زواج واطفال مواليد سؤالي حبيت جتني فكرة هل تنطبع عليها صور ايضا يعني هل اقدر مثلا تعليق عندي بالسيارة صورة بنتي مثلا ايه ممكن صورة بنتي ايه ممكن حبيت هي مادة مرينة اقدر رضي فيها اي شي حابة يعني هذا الصحن قدامك ورد مجفف حطته داخلها يعني ايش ممكن وانتي بتصنعي هذا العمل احنا زي ما شرحت لنا في القوارب ويحتاج طبقات وفن وتكنيك معين وكمان انتظار لفترة معينة عشان ينشف ايش الكوارث اللي ممكن تواجهيها هنا ويخرب هذا العمل زي ايش اه الكوارث انه ممكن هالقالب سيليكون ايه فلازم احطه على سطح السيدة يعني مثلا ما احط ما يكون تحطه اي شي يعني عرفتي ما يتخبر بالشكل انه يكون سطح سيدة انه برضو ما احساعدتها كب الوان بالغلط حرفت الدفي ايدك تطاح لون عليه شي زي كذا في اشياء زي كذا يعني بس في اخطاء يعني في وقت التصميم اقدر صلي له اقدر اعدل وفي اخطاء لا يعني بعد ما تخلص القطعة مثلا اكون حطتها بطريقة غلط تنشف فتنشف مائلة خلاص ساكبها ما عد استفيد منها ولا سوي قطعة جديدة واو ايه فأي شاركت في معارض قبل؟ لا ابدا ما بتفكري في المعارض؟ ان شاء الله فيك قريب ان شاء الله افكر فيه هل مرة اشترت منك زبونة معلش انا دايما احط الصاحب الاستثمارات في مواقف وحب اشوف كيف تفكري هل جت مرة منك اشترت زبونة ورجعت قالت لك الشغل مش عاجبني ما ابغاء ابغاء اجعف؟ الحمد لله ابدا ما قصارت معاه اولا مرة؟ انا كنت متخوفة من هالنقطة انهم ان افتح المتجر بس يعني الحمد لله جميع التعليقات ايجابية ما احد يعني ان يقول مو حلو شايلة بالعكس يمدحونه اكثر يقولون ان شاء الله في قريب نطلب منه قطع اكثر كميات اكبر يعني ريهام صراحة مشروع مميز ورائع وفيه لمسات كده من فنية رائعة والمفروض ان اي احد يمتهن هذا الفن يكون فيه عنده الحس الابداعي والفني عشان يعطي ويقدم حاجة تكون مختلفة وليها بصمتها الخاصة ريهام سالم يعطيكي الف 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 عافية بدعتي وابدعتي وان شاء الله يكون انطلاقتك ان شاء الله من برنامج سيدتي انطلاق التسويق جيدة ونسمع عنك كل سمع طيب ان شاء الله يارب شكرا لوجودك معنا مشاهدين امتملين معاكم اكيد ولكن بعد الفاصل موسيقى 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 موسيقى